وأكد مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري أكد أن التظاهرات الحالية ليست تحت قيادة التيار وإنما التيار جزءا منها مبينا أن التظاهرات غير مرتبطة بترشيح محمد شياع وقال الجابري إن التظاهرات التي تجري حاليا هي ليست تابعة للتيار الصدري وإنما التيار جزءا منها وليست بقيادته لافتا إلى أن الحل يكمن بخروج الوجوه الفاسدة المعروفة إضافة إلى ترشيق بعض الموجودين بالقضاء وحينها ممكن النظر ببعض الحلول وأوضح أن التظاهرات غير مرتبطة بمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع وإنما بالفساد فإن تم تغيير السوداني تم تبديله بفاسد آخر وهذا ما لا يقبله التيار مؤكدا أن أبناء الشعب يريدون حكومة حقيقية تخدم كل العراقيين وأن التيار عندما يكون جزءا من التظاهرات هو جزء من الشعب ومواقفه للوطن وليس للخارج ترجمة نانسي قنقر